خلال اجتماع حصل ما بين وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة تم استعراض الموقف التنفيذي دي حاجة بقى بجد مهمة قوي من الحاجات اللي انا احبها كده وبقى مبسوط طب هشرح لك بصة سيدي احنا عندنا مخلفات كتير جدا 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 في مصر طيب العالم اعتاد فيه ما اعتاد عليه انه هذه المخلفات يتعمل لها ريسايكلينج تدوير اعادة استخدام طيب هنعمل ايه بقى اعادة الاستخدام دي بتبقى فيها اكتر من نوع اكتر من صنف وفي منها النوع اللي هو اعادة استخدام المخلفات مثلا لانتاج الطاقة اعادة تدوير المخلفات علشان تقدر تستخدم مثلا فيه صناعات بنائية الاخ 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 الاجتماع اللي حصل ما بين وزير التنمية المحلية وما بين وزيرة البيئة كان على مشروع بنجهز لاقامته فابرواش يحول المخلفات الى طاقة النوع اللي انا كنت بقولك عليه طيب حجم الاستثمارات في هذا المشروع ايه بالمناسبة النوع ده من المشروعات فعلا من المشروعات تكلفتها ضخمة جدا وعوائدها برضو بتبقى ضخمة لكن بتبقى عوائد ايه بعيدة طويلة المدى شوية يعني مش سنة واثنين وخمسة وحاجات زي كده عوائد صافية يعني طيب الاستثمار المرادي اللي فابرواش مية خمسة وعشرين مليون دولار انا عايز بقى نعرف تفاصيل اكتر حول هذا المشروع من دكتور خالد اسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية اهلا بيك دكتور اهلا وسهلا بحضرتك فابد المساء الخير على حضرتك مساء الفل ربنا يخليك دكتور دكتور المشروع اللي هيتكلف مية خمسة وعشرين او حجم استثماراته تحديدا مية خمسة وعشرين مليون دولار لتوليد الطاقة من المخلفات تفاصيله ايه وهيبدأ العمل في امتى يعني خلينا اقول لحضرتك يعني نرجع وراء شوية ان ده المشروع ده يعني في محافظة من ضمن ثمان محافظات مخطط انه يقام فيها مشروعات لانتاج الطاقة القهربية من المخلفات احنا بنستهدف المخطط العام للدولة المصرية لتدوير المخلفات باستخدام هذا الاسلوب اللي احنا بنستهدف ان احنا ننقل التكنولوجيا المتقدمة في العالم وتوطنها على ارض مصر ده علشان ندور عشرين في المية من حجم المخلفات السنوية بتاعتنا اه لو قلنا ان احنا متوسط حجم المخلفات السنوية في الدولة المصرية حوالي ستة وعشرين مليون طن سنويا اذا احنا بنستهدف عشرين في المية اي ما يعادل خمسة واثنين من عشرة مليون طن حيتم تدويرهم بهذا الاسلوب من التكنولوجيا الجميل في الامر ان احنا النهاردة اصبح عندنا اشتغلنا على مدى تسعة شهور الماضية مع زملائنا في وزارة البيئة وزملائنا في وزارة الكهرباء لإحداث عقد استرشادي نموذجي يتم استخدامه بعد كده لمثل هذا النوع من المحطات طبعا ده بيقوم على الشراكة مبين في النظام التريبل بي يعني بيقوم على شراكة مبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص اميز ما في الامر ان وزارة الانتاج الحاربي معنا عملت شركة هذه الشركة شركة مصرية عملت تحالف مع شركة اجنبية علشان يقوموا بي الاستثمار في هذا النوع اتعاملت دراسات تقييم الاثر البيئي في منطقة ابو رواش وبالفعل حصلت على الموافقة البيئية من جهاز شؤون البيئة واتعاملت دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع وخدت الاعتماد وجاري تخصيص الارض في هذا المشروع على حوالي 12 فدان هذا المشروع بيتهدف 1200 طن يوم يتم تدويرهم ولانتاج طاقة كهربية على الشبكة المتوسطة وزملائنا في مزارة الكهرباء مفرد الكهرباء توزيع الكهرباء بيقوموا على هذا الأمر احنا الحمد لله انتهينا من العقد الخاص بهذا المشروع وتم عرضه على مجلس الدولة وجاري الانتهاء تماما من المراجعة النهائية لملحقات هذا العقد اللي هي جزء متم من هذا المشروع بشراكة استراتيجية ما بيننا وكوزارة تدمية محلية وزملائنا في وزارة البيئة وزملائنا في وزارة الكهرباء وزملائنا في وزارة الانتاج الحربي مع تحالف الشركات طبعا ده يا فندم بعد كده ان شاء الله فيه حيتعمل مثل هذا النموذج فيه العديد من المحافظات المصرية وبخاصة المحافظات اللي فيها ندرة فيه الأرض وكذلك المحافظات اللي بنقدر نقول عليها ملهاد زهيج صحراوي وبالتالي تعد محافظات مغلقة زي كده محافظة الغربية كذلك بعد المحافظات الأخرى زي دومياد وغرسعيد والأسكندرية وغيرها تتكلم رائع ومبشر إلى أبعد الحدود بصراحة دكتور خاني طيب يعني إحنا كده طيب سؤال أخير كده هل الدراسة بيبقى أظن بطبيعة الحال موجود فيها حجم الطاقة الكهربية اللي هتبقى منتجة من خلال هذه المحطة الجديدة أو من خلال هذا المشروع الجديد هل عندنا معلومة هتنتج قد إيه ولا لا هو طبعا ده يعني طبعا ده وفقا لدراسات معمول شسابه أن هي تنتج ما يعادل 30 جيجا طبعا الأمر ده فيه أكتر من استفادة الاستفادة الأولانية أن حضرتك بتتخلص تخلص نهائي آمن من المخلفات والقاش النهائي خالص بيبقى محدود جدا ويتم الاستفادة منه هذا القاش لو كان طالع في شكل رماد هذا رماد يتم التخلص النهائي منه بشكل آمن وطبعا حجبه كمرفوضات نهائية بيكون سوار جدا لو من ضمن هذا القاش حاجة خاصة منتجات حجرية فده ممكن نستخدمها بعد كده في عمليات تبطين الأرض وغيرها لو فيه جزء منها معدني يمكن الاستفادة منه بشكل أو بآخر فيه عمليات التدوير الخاصة بإنتاج المعاد وبالعرض يعني كده بوساطة شديدة جدا احنا عايزين نقول أنه من خلال مجان فنية تم إعداد النموذة الخاصة القيمة اللي بعد كده هتبقى تقدرية ليها حوالي 140 قرش للوحدة المنتجة من الطاقة طبعا ده صدر بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على زملائنا في وزارة البيئة عملوا إبداع اهتمام في الشركات المصرية والعالمية اللي مهتمة بهذا الأمر تقدم إلينا 99 شركة يعني تحالف أو شركة تم تصفيتهم إلى 52 تم اختيار أول 20 من ال 52 وتم اختيار 8 تحالفات من العشرين وبصورة أكثر تحديدا اللي هي تعتمد على شركات وطنية لديها شركات مع شركات عالمية علشان يتم بعد كده ان شاء الله التعاقد معهم عظيم جدا تحالف التعاقد معهم ان شاء الله التحالف القائم ده في أبو روش بإذن الله أنا بشكرك جدا 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 دكتور كل الشكر لك دكتور خالد آسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية